اشتركوا في القناة ولا الصفات ونصلي ونسلم على الذي اهدى الينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا الى البحث بالمقاييس عنه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي وعلى آله ومن ترسم هداه من سري وملي وبعد فقد وصلنا بفضل الله وحسن معونته الى قول الامام الشاطبي وجمع وتنوين وتحريك عمل وقد شرحنا هذا فقلنا بان التحريك للتذكير فقط بان التحريك هو ضد للإسكان سواء جاء هذا التحريك مطلقا ام مقيدا وشرحناه وبسطناه لكن اذا اتينا بالإسكان الذي هو ضد التحريك فهل يستفاد من ضده التحريك ام لا اننا دائما نتكلم في الاطضاد عن ماذا عن الطرد والعكس عن الطرد هل يطرد وينعكس ام يطرد ولا ولا ينعكس اذا فاضطرد لنا بان التحريك هو ضد لي للإسكان فهل ينعكس ام لا اذا قلنا الإسكان فهل يستفاد منه الضد الذي هو التحريك ام لا نعم يستفاد نعم يستفاد اذا قلنا في ترجمة بالإسكان فان الضد يكون تحريكا لكن يبقى عندنا إشكال ما الإشكال الذي سيبقى لا نعلم اي الحركات اراد يكون ضد الإسكان التحريك لكن اي اي حركة من الحركات من حركات التحريك اي لقب من حركات التحريك مفهوم هذا فهذا من الإشكال الذي وقع لكنه اجاب عنه في البيت الذي يليه حيث قال وحيث جار التحريك غير مقيد هو هو الفتح هو الفتح وسنأتي ماذا قال وحيث جار التحريك غير مقيد هو الفتح اذا قلنا بأن التحريك يرد مطلقا ويرد مقيدا وقد مثلنا لكل من ذلك ليس كذلك فلا نطيل به الآن فالآن يريد أن يقول ماذا إذا جار الكلام عن التحريك مطلقا عن التحريك مطلقا كقوله معا قدر حرك من صحاب هنا أطلق أليس كذلك لم يقيد لم يقيد بحركة من من الحركات فذكر لمن ذكر ذكر لهم التحريك مطلقا واستفيد من الضد ماذا الإسكان لكن يريد أن ينبهك إلى شيء يقول لك إذا جرى التحريك مطلقا غير مقيد بحركة من الحركات فإنما يكون هو الفتح يكون فتحا يكون فتحا إذن إذا جرى التحريك غير مقيد بمعنى جرى مطلقا فهو الفتح فهو الفتح والفتح ضده ماذا الإسكان لأنه آخى بين الفتح والإسكان قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح هو الفتح والإسكان آخاه والإسكان آخاه يعني الإسكان آخى ماذا آخاه الضمير يعوذ على ماذا في هائم آخاه على التحريك يا ولدي على التحريك لكن يبقى لنا الإشكال هل على التحريك مطلقا أم على التحريك مطلقا ومقيدا على البيت يصح الوجهان على البيت لأنه يتكلم عن التحريك مطلقا فالإسكان يكون ضدا لماذا للتحريك مطلقا وترجمته الفتح فالتحريك مطلقا هو الفتح أليس كذلك إذن فالإسكان ضد لماذا للتحريك مطلقا الذي هو الفتح الشاطبية لابد لها من ذكاء لابد لها من ذكاء وإن شاء الله تنحل هذه العقد بإذن الله يتحل وإذلك صدرت لكم الحمد لله فاتحي فاتحي الأغلاق هذه من المستغلقات التي ستفتح بحمد الله وبفضله وحسن معونته إذن قلنا ماذا الضمير في آخاه يعود على ماذا يعود إما أن يعود على التحريك مطلقا وهو الذي يواتي البيت وإما أن يعود على التحريك مطلقا ومقيدا لأننا قد سبق لنا عند قوله في الأضاد وتحريك قلنا بأن التحريك سواء كان مطلقا أو مقيدا فضده الإسكان ضده الإسكان هذا واضح يبقى لنا إذا ذكر الإسكان هل يستفاد من ضده التحريك أم لا قلنا بأنه يستفاد من ضده التحريك لكن لا نعلم أي الحركات أراد فالإسكان أيضا إما أن يرد مطلقا وإما أن يرد مقيدا جميل فإذا ورد مطلقا فإن الضد يكون ماذا إذا ورد الإسكان مطلقا يكون ضده ماذا يكون ضده التحريك المطلق وما هو التحريك المطلق؟ هو الفتح هو الفتح مثال ذلك شنآن مثلا صحا كلاهما سكّن معا شنآن صحا كلاهما شنآن في الموضعين معا أليس كذلك؟ قال وسكّن معا شنآن صحا كلاهما الرمز أين؟ في الصاد لشعبه ها والكاف لمن؟ لابن عامر يقرآن ماذا؟ هم؟ سكّن معا شنآن بإسكان ماذا؟ بإسكان النون بإسكان النون فالباقون يقرؤون ماذا؟ بتحريك النون الذي هو الفتح لأنه ماذا؟ لأنه تسكين أو إسكان مطلق فهو إسكان مطلق إذا ضده ماذا؟ تحريك مطلق والتهريك المطلق هو يساوي يساوي الفتح هم جميل لكن إذا قيّد لنا الإسكان ينصرف إلى إلى ما قيّد به إلى ما قيّد به كقوله وأرنى وأرنى ساكن الكسر دميدا وأرنى وأرنى ساكن الكسر قيّد أولا لا؟ قيّد ساكن الكسر فقيّد بي بالكسر يعني الذين يقرؤون بالسكون من هم؟ ساكن الكسر ابن كثير أدّال لابن كثير ومن؟ والسوس من قوله يدا ساكن الكسر دم يدا فيقرآن ماذا؟ بالإسكان من من قوله أرنى وأرني أرنى وأرني فالباقون أي المسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ بالكسر واضح الآن إذا إذا أطلق الإسكان فضده التحريك المطلق الذي هو الفتح وإذا قيّد الإسكان فإن الضد يكون بما قيّد به بما قيّد به هذا واضح لا إشكال في هذا سنشرحها في مكانها قل لنا ماذا قال إذن؟ وحيث وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه جميل لكن سأورد لكم شيئا مما أشكال في الشاطبية في قضية الكسر في قوله وفي الصعقة اقصر مسكين العين مسكين العين راويا وفي الصعقة اقصر اقصر ماذا؟ قصر الصاد الصاعقة يعني بحذف الألف فتبقى الصعقة جميل قال اقصر مسكين ماذا؟ مسكين العين مسكين العين خذوا بالكم من هذا هنا أطلق أطلق الإسكان جميل تبينتوا ماذا؟ إذن يكون الضد ماذا؟ يكون الضد هو الفتح والضد يقرأون بماذا؟ جميل تبينتم هذا؟ هذه من الإشكالات التي وقعت وقعت في نظيمي الإمام رحمة الله عليه لكن سنجيب عنها إن شاء الله حينما نصلها الآن أريد أن أمتعكم بمثل هذا فقط لو قال مثلا لو قال وفي الصعقة تقصر مسكين الكسري أهيبقى إشكال؟ لو قيد الإسكان بالكسري لارتفع الإشكال لعرفنا أن أن الذين يحذفون يقرؤون الصعقة بالإسكان ومن تقييد الإسكان بالكسري أن المسكوت عنهم يقرؤون ماذا؟ بإثبات الألف وكسري وكسري العين المستفاد من التقييد أليس كذلك؟ لا بأس يرحمنا الله جميعا قال بعد هذا ماذا؟ قال وآخيت وآخيت بين ماذا؟ بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وآخيت بين النون والياء وفتحهم أراد وآخيت بين النون والياء وبين فتح مثلا وبين فتح المعنى هو هذا آخى بين النون والياء وبين الفتح والكسري وبين النصب والخفض لكنه استغنى عن بين في الثاني في الوسط لماذا؟ لدلالة أو دلالة ما قبله وما بعده عليه فلما ذكر بين في الأول وذكر بين في الآخر عرفنا بأن الوسط أيضا فيه فيه البينية حلت فيه البينية لأنه وقعت بين 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 بينين جميل إذن قال ماذا؟ وآخيت بين النون والياء وفتحهم أي وبين فتحهم وكسر وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا المؤاخات هنا هي ضد ما تعلمون هذه المؤاخات مؤاخات تضاد أليس كذلك؟ هذه الأشياء كثر دورها في القصيد فآخى بينها بمعنى أنه في هذه الستة الأشياء إذا ذكر منها شيء استغني به عن ذكر مضاد جميل فإذا ذكر في ترجمة النون فإن المسكوت عنهم يقرؤون بالياء وإذا ذكر في ترجمة ماذا؟ الفتح فإن المسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالكسر وإذا ذكر في ترجمة النصب فإن المسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالخفض ما مثال ذلك؟ بالمثال يتضيحه هالمقال نبدأ من الأول وآخيت بين النون والياء لكثرة قلنا لكثرة لكثرة الدور فيه في القصيد كقوله مثلا مثلا نعلمه بالياء نص أئمة نعلمه تقرأ على على قراءتين نعلمه ويعلمه بالنون والياء فذكر هنا ماذا؟ قال بالياء بالياء لمن؟ للمرموز إليهم بنص أئمة نص المحكي مقصود اللفظه بنص أئمة الرمز في الألف لنافع نعم نص أئمة في الألف لنافع والنون لعاصم يقرآن ماذا؟ بالياء في يعلمه المسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالنون واضح ضده إذا ذكر مثلا النون فالمسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ بالياء مثال لذلك وندخله نون وندخله نون مع طلاق في قوله نتمه وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا نكمل هذا لكن سنريده في محله إن شاء الله كاملا نريد هنا التدليل على على المراد فقط التنبيه فقط قال وندخله نون المذكوران اللذان هم من المرموز إليهما بالألف من قوله إذ الذي هو نافع والكاف من قوله كلا نعم لابن عامر جميع يقرؤون ماذا؟ يقرؤون بالنون في ماذا؟ في ندخله نعم وندخله نون هذا في صورة النساء وندخله جنات وندخله نارا وقال وندخله نون نعم قال أيضا في الطلاق أليس كذلك؟ ما الذي بالطلاق؟ ندخله أيضا جنات نعم وفوق تغابن أحسنت التغابن الذي هو فوق يضطره الوزن والنظم إلى ألا يذكر التغابن فقال فوقه فزاحم بالذكاء لتفضل لتفهم أنه أراد التغابن وما الذي بالتغابن؟ ما الذي فيه؟ نكفر عنه سيئاتي وندخله ثم قال نكفر مع نعذبه يا هذي نعذب أين؟ معه في الفتح إذ كلا ما الذي في الفتحي؟ ها نعم ندخله جنات نعذبه عذابا ألمة فهي سبعة مواضع سبعة مواضع نافع وابن عامر يقرآنها بماذا؟ بالنون فالمسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بليان هذا واضح واضح لديكم اتفقنا عليه لا إشكال فيه إذن نمر إلى قوله وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وفتحهم وكسر فإذا ذكر في خلف الفتحة فإن المسكوت عنهم يقرؤون الكسرة وأنتم تلحظون بأن مصطلح الفتح هو حركة إعرابنا بناء حركة بناء أليس كذلك؟ وجاء بما يقابلها وهو قال نعم قل وفتحهم وكسر والكسر أيضا حركة حركة بناء أليس كذلك؟ واضح سيأتين لماذا اشترط هذه الأشياء وميز بين بين حركات الإعراب وحركات البناء لماذا قابل بينهما ولم يخلط سيأتين لماذا؟ تأتينا العلة علة هذا مفصلة بإذن الله تعالى إذن قالوا وفتحهم إذن إذا جاءنا في ترجمة بالفتح جاءتنا ترجمة بالفتح فمسكوتوا عنهم بماذا؟ بالكسر كقوله مثلا إن الدين بالفتح رفلا إن الدين عند الله الإسلام إن الدين بالفتح رفلا يقصد ماذا؟ بالفتح ماذا؟ بالفتح همزة إن فالمرموز إليه بالراء الذي هو الكساء يقرأ ماذا؟ يقرأ بفتح الهمزة فيقول أن الدين عند الله الإسلام وغيره الستة الباقون يقرؤون ماذا؟ بكسر إن المستفاد من ضد من ضد الفتح أليس كذلك؟ قال إن الدين بالفتح فالمسكوت عنهم وهم غير الكساء يقرأون بضد الفتح الذي هو ماذا؟ الذي هو الكسر وهو على على الهمزة يعني يقرؤون إن الدين عند الله الإسلام استفدناه من من ضد الفتح المذكور إذن استفدنا الكسر في همزة إن ماذا؟ من الفتح المذكور ل للمرموز إليه بالراء الذي هو الكساء أويتي بمثال آخر وافتح حصادي مثلا وافتح حصادي كذيح لا إلى آخره حصادي وحصاد معروفة الأشياء يرجعوا إليها قلنا ماذا؟ مثلنا للفتح والآن للكسر مثلا حق نصير كسر واوي مسومين كسر واوي مسومين ابن كثير وابو عمر والنون من نصير الذي هو عاصم يقرأون ماذا؟ بكسر واوي مسومين إذن الباقون الذين سكت عنهم يقرأون ماذا؟ بفتح من أين أخذنا الفتحة؟ من ضد الكسر لأنه قال فتحهم وكسر فإذا ذكر الفتحة فالمسكوت عنهم بالكسر وإذا ذكر الكسر فالمسكوت عنهم لهم ماذا؟ لهم الفتح واضح هذا؟ وفي قوله مثلاً وفي قوله مثلاً وبالكسر حج البيت مثلاً عن شاهد ولله على الناس حج البيت في الحاء حج وحج حج البيت عن شاهد من الذي يقرأه بالكسر حج البيت؟ نعم حفص المستفاد من رمز العين وحمزة والكساء المستفادان من رمز الشين في قوله شاهد فالمسكوت عنهم يقرؤون ماذا؟ يقرؤون ماذا؟ بفتح نعم وأيضاً وفي محصنات للكساء في محصنات تكسر الصاد راوياً أليس كذلك؟ أيضاً الصاد من محصنات تقرأه بماذا؟ بالكسر لمن؟ للكساء فالمسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بفتح الصاد تبينتم هذه الأشياء وفي المحصنات الأخرى في المعرفة هذه المركرة والمعرفة وفي المحصنات اكسر له غير أولى حتى لا يفوتكم هذا وفي المحصنات أي المعرف اكسر له أي الصاد أيضا غير الأول الذي ورأس الحزب والمحصنات هذا لا يقرأه إلا بالفتح تفق مع الباقين ولا خلف فيه لا خلاف فيه واضح هذا إذن ننتقل إلى ماذا وبين النصب والخفض بين النصب والخفض فائدة مثل هذه الأشياء أن يذكر التقابل بين حركات الإعراب وحركات البناء ويميز بينها لأنه قد نحتاجه في بعض الخلف فلا ندري ما الذي يريد بحركة من الحركات لو أطلقها لكن إذا قال بالكسر نعلم أنه يريد ماذا حركة بناء وإذا قال بالخفض مثلا يريد حركة حركة إعراب فنميز الحركة من حيث كونها إعرابا أو بناء ونميز على أي حرف يجب أن تكون كقوله مثلا في الوتر بالكسر شائع مثلا لمن لحمزته الكسائي الوتر أو الوتر يكتنفه شيئان الواو فيه كسر أيضا وفتح والراء في الأخير فيها ماذا فيها جر فيها جر فلما قال بالكسر وسكت علمنا بأنه يريد ماذا حركة البناء وحركة البناء تكون على ماذا علمنا بأنها على الواو لأن الحركة تقتضي نعم هي حركة بناء ولا تكون إلا على الواو وننصرف عن شبهة أن تكون على الراء أنه يريد الراء فهمتم لما قال بالكسر علمنا أنه يريد الخلف لما قال الكسر علمنا أنه يريد حركة البناء وهي على الواو فقط لا على الراء فحددنا مكان الخلف والحرف الذي عليه الخلف وهو الواو فمثل حمزة والكساء يقرؤون بكسر الواو بكسر الواو والباقون يقرؤون يقرؤون ماذا بفتح الواو وانصرفنا عن شبهة أن تردى نعم إذن لابد أن نميز بين حركات الإعراب وحركات البناء وفي قوله مثلا فك رفعا فك رقبة فك رفعا أين يوجد الرفع هنا لابد أن ينصرف إلى الكاف لأنه حركة إعراب حركة إعراب فانصرفنا عن شبهة أن يريد على على الفاء معروف هذا قالوا وبعد خفضا أيضا فك رقباتين بعد خفضا الخفض في رقبة يكون على ماذا على ماذا في آخرها لأنه حركة حركة إعراب أيضا فك رقبة فك رقبة جيد هذا في قتل المثال نعم إذن قلنا ماذا وبين النصب والخفض إذن قال في أول البيت وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر جيد ثم قال بعد هذا وبين النصب والخفض إذن إذا ذكر في خلف وفي ترجمة النصب فإن المسكوت عنهم لهم ماذا قال وبين النصب والخفض إذا ذكر خلفا بالنصب فإن المسكوت عنهم يقرؤون بالخفض استفيد من من شرطه مثال ذلك مثال ذلك وانصب بينكم وانصب بينكم عما عما صندلة وانصب بينكم عما صندلة نأخذ الترجمة بكاملها من أول البيت حيث يقول مودة المرفوع حق رواته ونوّنه وانصب بينكم عما صندلة الإشكال أين أين الخلف مودة بينكم كم فيها من قراءة قال نمشي على ما أراد في في الترجمة قال مودة المرفوع حق رواته حق لمن قلنا لابن كثير وابي عمر وراء من رواته للكساء يقرؤون ماذا مودة بالرفع جيد ثم قال ونوّنه ننوّن ماذا مودة ننوّن مودة وانصب وانصب ماذا وانصب بينكم النصب يعود على يرجع إلى إلى ما بعده الذي هو بينكم لمن عما عما لمن نافع وابن عامر والصاد في صندلة لمن لشعبه جميل إذن نافع وابن عامر وشعبه يقرؤون ماذا قرأوها منوّنة مودة بينكم مودة بينكم ونوّنه وانصب بينكم عما صندلة من الباقي بقي حفص وحمزة يقرآن ماذا إذن عندنا مودة بينكم مودة بينكم بقي عندنا ماذا مودة بينكم بقي عندنا مودة بينكم تبيننا أليس كذلك إذن قال ماذا وبين النصب والخفض إذن إذا ذكر في ترجمة وفي خلف الخفض فإن المسكوط عنهم يقرؤون ماذا يقرؤون بالنصب مثال ذلك مثال ذلك وحمزة والأرحام أو الأرحام بالخفض جمّل يقرأ ماذا واتقوا الله الذي كيف تقرؤون تساءلون إما أن تقول ثابتا إما تقول الكوفي أليس كذلك أو أن تقول الكوفي يقرؤون ماذا بتخفيف تساءلون يقرأون تساءلون تقول الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله قال بالخفض أليس كذلك إذن حمزة والأرحام بالخفض جملا لما ذكر الخفض لحمزة بقي المسكوت عنهم لهم ماذا لهم ماذا كيف عرفنا لهم الضد لهم لأنه آخى بين ماذا بين الخفض والنصب فإذا ذكر النصب فالمسكوت عنهم لهم ماذا وإذا ذكر الخفض فالمسكوت عنهم لهم ماذا لهم النصب واضحون هذا إذن لما قال وحمزة والأرحام أو الأرحام بالخفض جملا وسنأتي إلى معنى قوله جملا في الشرح إن شاء الله في مكانه لأنه خالف به جميع القراء وسيأتينا إن شاء الله في إعرابه وهو مذهب جيد على الخفض على عدم إعادة العامل الذي هو الذي هو الجار تقول الله الذي تسألن به فلم يعيد الجار مع أنه عطف على المجرور ولم يعيد فجر ولم يعيد ولم يعيد العامل كقوله فاذهب فما بك والأيام من عجبي والمعنى فاذهب فما بك وبالأيام فهذا جائز عربية وهو صحيح مسند قراءة أيضا إذن لما قال بالخفض فالمسكوت عنهم لهم ماذا لهم النصب لهم النصب أليس كذلك وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة